قالت المنظمة الدولية للهجرة إن هناك مخاوف من غرق نحو تسعين مهاجراً بعد أن انقلب قاربهم قبالة ساحل ليبيا في وقت مبكر الجمعة حسب ما نشرته وكالة رويترز وذكرت المنظمة أن ثلاثة مهاجرين تأكدت نجاتهم من الحادث بينما جرفت المياه عشر جثث إلى الشاطئ وقالت أوليفيا هيدون المتحدث باسم المنظمة إن الناجين أبلغوا عمال الإنقاذ بأن معظم المهاجرين كانوا باكستانيين وإن المجموعة كانت في طريقها إلى إيطاليا من شمال أفريقيا وتابعت خلال حديثها الهاتفي من تونس لصحفيين في جينيف قدروا عدد الغرق في حادث الانقلاب بتسعين غريقاً لكن ما زال علينا أن نتأكد من عدد من فقدوا أرواحهم في المأساة وأضافت ما أبلغنا به هو أن معظم من كانوا على متن القارب باكستانيون لكننا ما زلنا نحتاج إلى التحقق من الجنسيات وعدد القادمين من كل دولة وقالت إن اثنين من ليبيا وثمانية باكستانيين شرفت المياه جثثهم إلى الشاطئ وأضافت أعتقد أن خفر السواحر الليبي يبحث عن ناجين آخرين قبلة الساحل وقال ليونارد دويل وهو متحدث آخر باسم المنظمة الدولية للهجرة للتلفزيون رويترز إن من المعتقد أن القارب غادر الساحل يوم الخميس قبل غرقه في وقت مبكر صباح يوم الجمعة وفي وقت سابق قال مسؤولنا أمريون في بلدة زوارة في غرب ليبيا إن ليبيين اثنين وباكستانيا جرى إنقاذهم من القارب وأضافوا أن عشر جثث انتشلت معظمها لباكستانيين دون الإدلاء بمزيد من المعلومات وأصبح خفر السواحر الليبي الذي يتلقى تمويلا وتدريبا من الاتحاد الأوروبي أكثر حسما في الشهر الماضية في منع المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا وانتقد ناشطون هذه السياسة وقالوا إن المهاجرين يواجهون صعوبات شديدة وانتهاكات في ليبيا تشمل العمالة القسرية وفقا لما ذكرته منظمة هيومنغات سووتش وعجماعات أخرى مدافعة نحن حقوق الإنسان